السلام عليكم حبايا بقلبي يا رب بتكونوا بخير يلا بينا في المسلسل الجميل وطبقى ليلة متنسوش اللايك والاشتراك في القناة يلا كده نعرف بقى كاسة فعلا هتروح تقابل فيان ولا لا وبنبدأ بكاسة وهي متوترة جدا وبتقول للأعراف بس أنا عندي بس شغلي بالليل وهو يوم واحد مش هيتعاد تاني لكن هو بيكون متوتر جدا بيقوله انا بخاف اطحول يا ماما الحمام بالليل منت راحة كمان تشتغلي في الوقت ده انت بتعملي كل ده عشاني انا بسفتي يا راجل البيت انا بقى امورك متروحيش يعني المعدة لكن هي بتقوله لأ اكبر الاول بقى يا حبيبي وامورني هتبسع نقليك كده وخلي بالك من نفسك واكيد مش هتأخر صدقني لكن شنفكر نحتحلى كده بشجاعة شوية والصاب طبعا احسان بيكون يعني فاهم نقطي الضعفة وان هو مش بيواصق في اي حد بسبب بابا بيحاول كده يهديه وبيقوله نزم كمان نصق بالاخرين وانت ما كنتش واثق في كاسة ورجعت بتقول يعني هي قد المسئولية اللي حصلها هي كاسة عملت اي حاجة يعني خليتك تشك فيها بيفكر كده ومنتفق معها ان فيش اي حد هيعرف الموضوع اللي ما بينه بتظهر كاسة وهي متوترة جدا وبتقول لصدقيتها خلاص انا حضر المال النهاردة بتكون فرحانة جدا وبتقول نزم يكون فيه غرفة هنا عشان نحتفل كده ومنعملش ازعجل المرضى يا سبت توطر جدا لما احبتها بتقول لها حبيبتي انت اجيب المال منين بتقول لها كان فيه صديقي يعني وانا كان غايب عن عقلي وخلاص جاء الوقت اللي ناخد منه المال ده ريفة بتقول لها صديقي كان فين يعني من وقت طويل بدل ما تجونا وعملنا كل ده بتقول لها معلش ما كنتش في وعي بتهديها كده صديقتها وبتقول لها انحسن الموضوع النهاردة صعب جدا عليكي وانا عارف انت رايحة فيه بتبصولها كسا كده وهي مندهشة بتقول لها انت راح تصلاحي كل حاجة عشان خاطر ابنك بتحضنها الجميلة صديقتها وكسا بتكون منهارة جدا بس مش قادرة تقول لها اي شي بتقول لها متقلق ايش خالص انا عندي اجهزة بكرة حفضل كمان معه اراف خليكي انت بقى في شغلك في المهام بتاعك وجيبي بقى المال وتعالي بسرعة عشان نبتجي لعلاج السحري ولسه فيانو توتر جدا وبيقول لي احسن لو سمحت متصقش في اي حد جديد والمشروعات ضخمة جدا وكمان لو حصل اي حاجة هتكون خسارة كبيرة لينا احسن بيقوله بس اقول لي كده انت رايح فين قال له انا عندي لقاء قال له مع حد يعني كده قال له اه تكون مستغلط طبعا جدا بيقوله هي ليلا عابرة يعني ولا حاجة جدة قال له لا حاجة عابرة بتيجي طبعا مامته وخالته بتقول لي احسن يلا بينا بقى عشان ما نتأخرش عشان نحتفل احسن بيكون مستغرب جدا يعني الموضوع ده بجد ولا بتجد فيان بيقوله انا حاجة ده معاليك ليه بيقوله معاليش انا قبرت الموضوع وانا كده انا مش بتعود عليك ده مش طبعك وانا كمان هروح بقى مع خلتي وامي عشان ما نتأخرش على العشاء لكن احسن بيكون يعني مستغرب جدا اللي حصل له يعني النهار ده وإيه اللي جد وكاسة كمان بتاخد الشوار بتاحها وبتكون مستعجلة جدا عشان المال وتبعت يرسالها عن اتقابل فيه بتيجي رسالة الفيان بيقول من وضح اللي هي مستعجلة جدا عشان الفلوس لكن ما يعرفش ان المسكينة متوترة جدا ورايحة كمان اللقاء ده غزبا عنها بتاخد صورة ابنها كمان عشان مفيش اي حاجة ترجحها او متتوتر وتكون عايزة تتراجع عن اللي تعمل وتفتكر كمان ابنها بالصورة وبتظهر جدت قراف وهي زعدانة جدا لسه بنزوجها وهو بيقول لها يعني اسألك سؤال لو بيديك ان انت تسيب المزل وتمشي او متبقش يعني بتزوجي عتعملي ايه بتقول له امشي على طول من هنا انا مجبورة جدا انا لو بيدي روح عود مع حفيدي لكن طبعا الرجال فاكرين ان امرأة بتبقى في قفضته بيتحكموا فيها زي ما هم عايزين والخيار لو بيدي ما عودش مع انسان اناني يعني ما شافش وجع امه ولا كمان يعني قلم طفل ولا وجع جد ومش حنسى ابدا ان انت تخليت عني عشان عشرة مليون وكم الف بيبسلها يعني كده بيقولها هيعيزة كم مليون عشان تعالج الطفل في الوقت ده بيكون فيان جاهز نفسه في طريقه كمان للفندق بس عنده امل كبير ان كاسة تتراجع ومترحش كمان عشان سقطه فيها ما تتهزش لكن الجميلة بتكون رايحة طبعا وبتكلم الطبيب بتقول له خلاص يعني كام ساعة كده وعجب لك المال الطبيب يكون فرحان جدا وبيقولها دي حاجة حيلة جدا يا كاسة وانا كمان هخلي المتبرع يجي المستشفى بكرة على طول وهكلم كمان واحجز للأطباء يعني في الطائرة وهيجو على طول كمان العلاج هيتم بالنجاح لكن بتكون خايفة جدا وبتقوله نسبة النجاح كم في المية بيقولها ما تقلقيش خالص ربنا مش هيخيب أملك بعد التعب اللي انشت التعبية عشان تجمع المال بيوصل فيانا على الفندق بيكون معاه طبعا المال في شنطة كبيرة وهي كمان بتوصل للفندق بتسأل على الغرفة وبتطلع كمان بيقول لها الغرفة دي يعني مش غرفة ده جناح وحاجة فخرة جدا كاسة بتكون متوترة جدا وبتمشي لطريقها للغرفة وهو كمان بيكون يعني متوتر أكتر وبيقول انا قلتلك ان احنا نتقابل ونستمجيش الناس بيتعرفها على بعض أثناء اللقاء ولو فضلوا يعني يتجهلوا بعض عايكون في سلام في علاقتهم لكن بعد اللي حصل ده عايكون في حاجز مبيني ومبينك أكيد وبيتمنى ان هي مجيش أبدا متكسرش كمان كل الاحتمالات وكمان تكون يعني حاجة عابرة كده وغلطة منها ومتحصلش يعرفش ان كاسة كمان مدايقة جدا مش عايزة طبعا تهين نفسها بتيجي طبعا المعدة السيء جدا ده طبعا بالنسبة لها وبالنسبة له بالنسبة لها طبعا احنا كلنا لكن بتتملك أعصابها كده وتمسك نفسها لما بتشوف صديد ابنها وتتفاجئ الجده ان زوجها موافق ان هو يعالج الطفل وبيكون كمان مشتاق ان هو يشوفه وبيسألها وشبأ ابننا ولا لا بتكون فرحانة جدا طبعا الجده مش مصدقة اللي حصل بتقوله هتصل طبعا بكاسة وفراحة دلوقتي وبتسأله انت بتعمل كل ده عشان حفيدنا بقول لانا بعمل كده عشانك انتي بتكون طبعا هي طبعا فرحانة مش مهم يعني عشان مين المهم الولد يخفي وتعالي بتحاول تتصل بكاسة في الوقت ده كاسة بتكون قريبة من الغرفة بتسمع طبعا يعني التليفون بيرن لكن بتكون متوترة جدا ومش عايزة اي حد يشتتها وغيرت رأيها طبعا بعد التشتيت استحالة تامل حاجة زي كده وابنها كمان حالته عتكون صعبة جدا طبعا ما بتردش ان هي كمان مش عارفة الرقم وجدت الولد بتقول اكيد الوقت متأخر هكلمها السكر زوجها بيقول لها اكيد الولد نايم هي كمان بتقول اكيد يعني الامهات كلها بتنام لما الاولاد بينام واكيد بكرة هقول لها واكيد هتكون فرحانة طبعا جدا ان الولد كمان هيخفه وكمان وفرت كل شيء وطعبها كمان ما رحش هادر لكن بتحس ان الليلة دي غريبة جدا والنجوم كمان مش واضحة والليل يعني عامن بطريقة فضيعة في الوقت ده بيكون فيان اتمن ان هي مش عتيجي وارتح كده شوية بيفتح الباب عشان يخرج بيتفاجئ ان هي موجودة بيحس كمان ان هي يعني متوترة جدا وبتسأل على طول على المال وبيقول لها للمال موجود اهو بيجي يشرب حاجة بتقول له لا انا مش عايزة اي شيء بيقول لها لاتفاق اتفاق والاموال دي كلها هليجي ونقضا كمان بيحس ان هي متوترة جدا بيقول لها ان حاس ان حد جبرك عشيق ده لو انتي زعدنا بلاش ممكن تمشي لكن بتقول له لا انا جاي عشان كده لكن بيباني عليها طبعا الفزع بتكون طبعا خايفة جدا الاول مرة تحطي في موقف زي ده وهو كمان بيكون اتفاق ونازم يعمل وبيقربه طبعا من بعض هما الاتنين بيظهر ارافه اي منهم كده مفجوع وبينازع على مامته وبيحس ان هي في دي وبيقول نازل ماما دلوقتي تيجي انا حاسس كمان ان هي فوقف اه وحش انا بكون خايفة بالليل جدا وانا داخل الحمام ما بالك هي دلوقتي عاملة ايه ريفا بتحاول تهديه بتقول له مامتك بخير ما تقلاش عليها ابدا هكيد هي وحشهاك عشان كده انت يعني بتحلم بيها بيقولاني حاسس ان ماما طعبت كتير عشاني يعني تشتغل بالنهار وكمان بالليل هي بتعمل كل ده عشاني انا لكن بتقول له لا مامتك قنانية جدا ما بتعملش كده عشانك هي طبعانا بقى ان انت تخف وتكون قوي وتكون كمان يعني لعب مشهور وتساعدها كمان وتوديها بلاد كتير واللي بتعمله مامتك دلوقتي في الحاضر ده تخطيط منها عشان يعني تعيش في نعيم في المستقبل الولد بيهده كده شوية وبيقولها ان بحب ماما جدا ريفا بتقول له مامتك محتاجة للدعاء مش محتاجة للقلق بيقولها ماما علمتني كمان ادعي ازاي والجميل كمان بيدعي دعاء جميل جدا تكون فرحانة جدا فخورة جدا بتربيل صديقتها تسألوا معنا الدعاء ايه بيقولها ان الاله واحد وبيساعدنا كلنا وحاسس بينا وقوم يا تمنحني الطاقة والاله كمان هيديها اكتر من القوة اللي هي التي تهالي بتهديه كده بتقوله يلا بقى كمان نام عشان شوية وماما جاية بيكون فيان نام بعد اللقاء اللي تم مابينهم وكمان كاسة بتكون متوترة جدا بتقوم على طول تلبس يابها واهم حاجة عندها المال وبتكون يعني مش بتمشي بتطير كده عشان تروح لابنها لكن فيان بيشوفها كده من فوق وبيقول هي غريبة جدا اللي بيعمل خطأ بيلتف حوالينا لكن بيان عليها يعني خبرة في الموضوع ده وهي كمان اللي حصل ده كانت معاملة تجارية وإلى اللقاء في حلقة